مساء الخير مشاهدين الجواء حرارة درجات حرارة مرتفعة بكثير عن معادلها الفصلية ميز خاصة المناطق الغربية الوسطى كذلك الجنوب الغربي وسط الصحراء وأقصى الجنوب والبداية باية تنبيه لنهار اليوم فيما يخص تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة بكثير حيث أكدت من خلالها مصالح الأرصاد الجوية على أن الأجواء الحارة راح تبقى دايماً بداية من تكون بداية من الساعة العاشرة من صباحات اليوم وتستمر إن شاء الله إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين الولايات المعنية كل من سيدي بالعباس تيبازا غيليزان شلف مستغانمت المسانعين دفلة سعيدة بومرداس مع سكر وكذلك ولايات البوليدة الآن نمر إلى الكتل الهوائي والتوقعات إن شاء الله المرتقبة فيما يخص درجات الحرارة بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بالنسبة للظاهرة اللحظة ومشاهدين الأجواء الحرارة تستمر في السيطرة على أغلب المناطق الغربية والوسطى خاصة وتبقى دايماً يعني درجة حرارة فوق بكثير معادلها الفصل خاصة بالنسبة للظاهرة نبقى دايماً نسجون ما بين حوالي 25 حتى 30 درجة على غرب ووسط البلاد بالنسبة للمناطق الشرقية نوعاً ما درجات حرارة رطيفة رح تكون ما بين حوالي 18 حتى 24 درجة الجنوب الجزائري بالخصوص مدينة بن العباس تيندوف كذلك إنسالة أدرار تمان راس إنكزام وبرج بجي مختار الجواء جد حارة يعني درجة حرارة نقدر قوله لها نوعاً ما صيفية كونها أنها وصلت أو تتعدى في بعض الأحيان عتبت الأربعين درجة مئوية تحت الظل فيما يخص شمال الصحراء منطقة الواحات والجنوب الشرقي تبقى دايماً ما بين حوالي 30 حتى 37 درجة أما بالنسبة لفترة الصباحة والفترة الليلية رح تكون درجة حرارة كذلك نوعاً ما يعني غير عادية غير فصلية لذلك سنجد بالنسبة لفترة الصباحة والفترة الليلية تكون ما بين حوالي 10 درجة إلى غاية 15 درجة على مجمل المناطق الشمالية للبلاد فيما يخص المناطق الجنوبية تكون الأجواء حرارة كذلك خلال الفترة الصباحية وحتى الفترة الليلية ما بين 20 حتى 25 درجة إن شاء الله نمر إلى الملاحة البحرية وحالة البحر مشاهدين بداية من يوم غد ثلاثاء ولغاية يوم الخميس بحول الله سيكون بحر هادئ إلى قليل الترب وهذا على طول الشريط الساحلي وخاصة يوم غد الثلاثاء لكن بحول الله بين ينسبة اليوم الأربع حتى يوم الخميس سيكون بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي سرعة الرياح تكون بين حوالي 20 حتى 40 كم في الساعة اتجاه الموجة شمالية شرقية تماما على طول الشريط الساحلي مشاهدين أجواء تستمر أجواء الحرارة تسيطر على أغلب المناطق الجنوبية خاصة على الجنوب الغربي وكذلك من المناطق الشمالية الغربية والوسطى خلال الساعات القليلة المقبلة إلى غاية يوم الخميس على الأقل أجواء تستمر أجواء الحرارة تميز هذه المناطق إن شاء الله نأمل أنها تغير وضعية الجوية خلال أيام المقبلة بحول الله يعني قبل دخول فصل الربيع تكون الأجواء إن شاء الله ممطرة بحول الله بهذا مشاهدين على الصليطة ورقة تحول التقس نعود الآن إلى مولود استكمال بقي